متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وفيديو جديد والمراضي التحديث من جوجل والإصدارات الجديدة من جوجل أخيراً جوجل بترد على كل التطورات السريعة اللي كانت في مجال الذكاء الاصطناعي ببعض التحديثات المميزة وبعض الإصدارات الموجودة في جوجل آي ستوديو اللي حنقدر نجربها وبعض الإصدارات الأخرى اللي أصبحت دلوقتي متاحة لكل المستخدمين من خلال البلوج بتاريخ 5 فبراير 2025 إن جيميناي 2.0 is now available to everyone متاح للجميع جوجل في ديسمبر كانت أعلنت عن الإصدار الخاص بجيميناي 2.0 Flash وكان تجريبي وأيضاً تم الإعلان عن 2.0 Flash Experimental واللي أنا بعتبره من النمازج الممتازة جداً وتم تجربته في جوجل آي ستوديو جربناه مع بعض والأسبوع الأخير أعلنوا عن update على 2.0 Flash وبقى available to all users للجيميناي أب اللي بيستخدمه جيميناي أب على الديسك توب وعلى الموبايل علشان الكل يبتدي يجربه فدلوقتي تقدر تجرب 2.0 Flash من جوجل وتشوف إمكانياته عاملة إزاي دلوقتي بيقولك إن الupdate الجيميناي 2.0 Flash بقى متاح من خلال جيميناي خلال جيميناي API أو من خلال جوجل iStudio أو Vertex AI علشان الديفولبرز يقدروا دلوقتي يبنوا applications باستخدام 2.0 Flash وأيضاً تم الإعلان عن experimental version من جيميناي 2.0 Pro ويقولوا عليه إن هو paste model yet للكودينج وفي الcomplex prompts الأوامر المعقدة وموجود حالياً أيضاً للتجربة في جوجل iStudio Vertex AI وجيميناي أب للجيميناي Advanced Users يعني في الخطة المدفوعة إحنا هنجربه النهاردة في جوجل iStudio هما بيقولوا إن 2.0 Flash Thinking Experimental كمان بقى متاح من خلال جيميناي أب users في الموضل هتلاقيه دلوقتي هنبص عليه كده بصة سريعة ونشوف إيه المتاح على الابليكيشن الخاص بالدسكتوب بما إن أنا مستخدمه من خلال الدسكتوب وهنا في 2.0 Model إن شاء الله هنجربهم داخل جوجل iStudio 2.0 Pro Experimental اللي هو paste model للكودينج والكمبليكس وفيه عندك كمان 2 Flash Light وده الموست كوست افشيانت موضل يعني أكتر نموذج من حيث الأداء حلو وفي نفس الوقت الكوست بتاعه التكلفة بتاعته كويسة والناس هتعتقد إن 2.0 Flash Light هو نسخة مصغرة من 2.0 Flash ولكن تعال أقول لك إن فيه positive feedback أو feedback إيجابي جاه على النموذج 1.5 Flash من ناحية الـ Price اللي هو التكلفة ومن ناحية السرعة فهم قرروا إن هم يعملوا improving للـ Quality ويزودوا الجودة من خلال النموذج اللي هو 2.0 Flash Light 2.0 Flash لحد 1 مليون سياق بتاع الـ Windows ومالتي موضل بيضعم التكست والإمج والفيديو لكن نهارده إن شاء الله اللي هنجربه اللي هو البرو هنبص كده بصة سريعة ونشوف كده الفرقات ما بين عائلة جيميناي إنت عندك جيميناي 1.5 Flash و1.5 Pro و2 Flash Light و2.0 Pro وهو هنا مرتبهم من حيث الأداء الجيد والسرعة وكل المميزات فهتلاقي إن جيميناي 2.0 Pro experimenter التجريب اللي إن شاء الله هنجربه النهارده هو الأفضل generally بشكل عام في الكود في الريزونيج في الماث في اللانجوج بتعامل مع السياق الطويل الامج والأوديو والفيديو تعال نبص في جوجل AI Studio على التحديثات الجديدة يلا بينا ما تحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية على جوجل AI Studio علشان نشوف الموديلز الجديدة لو دخلنا على الموديل هنلاقي جيميناي 2.0 Flash الجديد جيميناي 2.0 Flash Light Preview اللي بتيج 5.2 النهارده تم الإعلان عنه جيميناي 2.0 Pro experimental اللي هو بتاريخ 5.2 أيضا والاتنين دول اللي هنجربهم مع بعض النهارده من المفترض إن أقوى واحد فيهم فيه الكودنج والcomplex prompts أو أوامر المعقدة هو جيميناي 2.0 Pro experimental يعني ده اللي بفضل هو أفضل حاجة أو أحسن حاجة هنا بيقولك Past4A Multimodal Understanding Multimodal Understanding بتعامل مع تيكست والامج والاوديو والفيديو والريل تايم ستريمينج وي نيتيف تول يوز ده الPaste4A أو الطولز اللي ممكن تفعلها Structured Output والCode Execution والFunction Cooling والبحث عبر جوجل Grounding with Google Search دي الحاجات الموجودة هفعل بس أنا الكود وهنا الجزء بتاع الكود تنفيذ الكود البيثون كود في الأمر وهنا الToken Count عندنا 2 مليون دعنا نجرب مع بعض أول حاجة وهو السؤال الخاص بالكود فهنروح هنا نقول له Create أو Write HTML, CSS عند JavaScript code المثال اللي أنا جبته هو مثال مشهور قوي على تويتر باستخدام O3 mini ودي بسيك R1 هنا بيقول Write a Python program that shows a ball bouncing بتتحرك inside a spinning hexagon ده الشكل يعني الهندسي والBull should be affected by gravity بتتأثر بالجرافتي It must bounce off the rotating walls لازم يعني إيه ما تطلعش بره rotating walls يبقى الحركة بتاعتها كلها كده إيه ملامسة للWalls زي ما إحنا شايفين أنا النهاردة حبيت إن أنا جربها بالHTML والCSS ونشوف كده شوية تعديلات عليها حبتزي أرجع مرة تانيا نبص كده مع بعض حنعملها إزاي حبتزي إن أنا أقول له Run نفذ بلي الأمر اللي أنا أعطته لك بص الصرعة أنا عايزك تشوف الصرعة الصرعة عالية جدا بيبتدي ينفذ الكود وإنا كمان بيديني الكي إمبروفمانس اللي أنا ممكن أعملها وفي الآخر خالص بيقولك إزاي تران الكود وحنروح نران الكود ونشوف النتيجة عاملة إزاي كل علي أن أنا حتدي أحمل الملف وروح أفتحه في المجول الستوديو كود عشان أعمله Run ويلا بينا نشوف النتيجة هذه الشكل زي ما إحنا شايفين ممكن يكون مش باين قوي الشكل السوداسي أحز أن أنا بنفذها مش بالبيثون بالHTML وCSS والجوافا سكريبت تعال شوف الأدت اللي أنا حعمله على الكود اللي حصوه منه أنه ما يعمله على الكود ونشوف النتيجة الجديدة حتكون عاملة إزاي هنا لما عملت عليها شوية أدت قلت له خليلي الموضوع دفعوا لي أكتر مازال هي مش كورة بقى هنا هي تحولت للشكل تاني بس مازالت ملامسة للجدار بتاع الشكل السوداسي وفيه إحتكاك ما بينها وما بين الجدار هنا لو أنت روح تزودت الجرافيتي شوية وروحنا زودنا Rotation Speed رفعناها أكتر والباونس والفريكشن قللناها زي ما إحنا شايفين كل ده بينعكس على الشكل ومنفذ اللي أنت بتبقى عايزه أو اللي أنت بتطلبه بشكل أنا شايفة شايفيس يعني تقدر عهو تغير تقلل الجرافيتي Speed الباونس بص لما هتقلل ال Speed هنزود ال Speed الفريكشن الاحتكاك الولز تقدر تعمل Reset نرجع مرة تانية تعالي نشوف تطبيق تاني هنا هقوله Write the code for this game depends on the following والدسكريبشن وكل اللي موجود ده أنا جبته already بالنموذج الزكاة الاصطناعي ده أو يعني عايز تعملوك جميناي عايز تستخدم أي نموذج تاني ده الدسكريبشن والطوله اعملي الكود ده أو اكتب لي الكود ده وحقوله Run ونشوف النتيجة أنا عايزاك بس تركز على السرعة السرعة عالية جدا زي ما احنا شايفين عايز تستخدم أمر بسيط يعني Basic Prompt استخدم Basic Prompt بعد كده في الآخر خالص حابتدي أنه أنا أعمل Download للكود وأبتدي أروح أنفزه وتعال نشوف النتيجة الخاصة بلعبة الشاترانج هتكون عاملة إزاي في النهاية نهاية اللعبة ده شكل اللعبة زي ما احنا شايفين أنا كنت عايزها بالكلاسيك بالشكل الكلاسيك فهين عطوني الشكل خاص بالشاترانج قطع الشاترانج الكلاسيك وهين تقدر تلعب عادي جدا أحرك الشخص اللي قدامي يحرك ممكن حاجة زي كده 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 ممكن يأكل العسكري أنا مش شطرة في الشاترانج يعني بس إيه يعني نحرك كده ممكن ده يأكل ده كده زي ما احنا شايفين هنا ممكن نعمل أندو نرجع ممكن نعمل ريدو وممكن نعمل ريسيت نرجع كل حاجة مكانها شايف النتيجة مش بطالة كويسة يلا بينا نشوف تطبيق تاني ويكون التطبيق المراضي بقى غير نخليه في الماث هنا حبتدي إن أنا أستخدم البلاس إن أنا أرفع صورة وهنا حبتدي أكتب السؤال أنت في جيم شو فيه تلات أبواب باب بيخفي وراه سيارة وباب تاني بيخفي وراه عنزات وبعد ما أنت تختار باب من التلاتة بيبتدي المضيف يقول لك فيه باب من البيبين دول فيه وراه عنزة هل تبدل ولا لا هنا حبتدي إن أنا أقول لرن واشوف الإجابة هتكون عاملة إزاي ونقارن الإجابة بالإجابة الصحيحة دلوقتي المفروض إن أنت حضرتك اخترت باب من البيبين دول خلاص وفيه باب التانية احتمالي يبقى فيه ماعز أو لا وجاء المضيف قال لك إن فيه باب من الأبواب التالتة مثلا الباب التالي ده فيه ماعز فأنت دلوقتي تبدل ولا ما تبدلش يعني هنا بيديك اختيار في التبديل فهنا ممكن يكون موضوع التبديل ده يكون بالنسبة لك أفضل وأحسن ده وجهة نظره ودي الإجابة الصحيحة زي ما ظهر قدامك نفس التفكير ونفس المنطق اللي هو عطاه لي تعالوا نشوف بقى حاجة تانية واللي هنتكلم عنه دلوقتي هو إن إحنا هنرفع ملف وحنطلب منه إن هو يحلل الملف وكمان هو يقارن ما بين الفيتشورز الموجودة في الملف خاصة بنموذج زكاء الصناعي اللي هو ديبسيك ونموذج تاني يلا بينا نشوف هذا التطبيق حبتدي إن أنا أرفع الملف وحقول له سمع هذا التطبيق فرصة ونموذج 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 اللم موذج و الثري من from model from open الأول يديني سامري عن الملف نورطلوه في الأول خالص يديني سامري ودي عبارة عن بيبر خاصة بديبسيك أروان وهنا حيبتدي يديني مبين اللي اتنين حقول له هنا the comparison in table هنا قارن ما بين deep seek r1 deep seek r1 zero deep seek r1 distil queen 32b على حسب طبعا اللي جاي داخل الورقة البحسية وopen ai o one mini وأعتقد هو هنا بيعمل مقارنة ما بين الموجود النمازج اللي موجودة داخل الورقة البحسية هنا أنا هبرب أعمل حاجة تانية إن أنا أطلب منه إنه هو يقارن بشكل تاني يعني أروح عمل create prompt وهفعل السرش الخاص بجوجل وزي ما أنا على 2.0 pro experimental وهقول له comparison between deep seek r1 and or three mini from open ai in a table and I'm going to with google search and run جميل جداً أعطاني comparison ما بين الاثنين في أول حاجة أعطاني comparison ما بين الموضلز الموجودة داخل البيبر نفسها اللي أنا رفعتها أما هنا هو أعطاني الفرق ما بين OpenIO 3 mini و DeepSeek R1 من حيث الأداء ومن حيث السرعة ومن حيث التكلفة ومن حيث نقطة القوة اللي فيه والمتاح ولا مش متاح أو الavailability open source أو التاني مش open source وفي الآخر خالص حجبين حيديني المصادر اللي هو جاب منها علشان لو تحب ترجع لي المصادر ده بالنسبة لي التطبيق العملي اللي احنا عملناه على Gemini 2.0 Pro Experimental ويلا بينا للجزء التاني واللي حنتكلم فيه عن Gemini 2.0 Flashlight يلا بينا حنتتي بنا نغير الموضل بتاعنا وحنروح لي 2.0 Flashlight Preview وأيضاً اللي تم الإعلان عنه بتاريخ 5.2.2025 وهنا Paste 4 Long Context حيبقى مناسب أكتر للسياق الطويل ولريل تايم ستريمينج والنيتيف توي يوز هنا حنبتدي ان احنا نستخدمه ونجرب بس المرة دي أنا عايزة أعمل compare ما بين حاجتين عايزة أعمل compare ما بين وهو Flashlight وما بين Gemini 1.5 Flash على أساس ان 1.5 Flash لقى استحسان وفيدباك كويسة فهم حبوا ان هم يعملوا عليه تعديل ويحسنوا بالنموذج وده حيبان عندنا المفترض في النموذج Gemini 2.0 Flash Light يلا بينا نشوف الأداء بتاع الاتنين ونقارن ما بينهم احنا هنا حبتدي ان انا أرفع write and assignment هنا حبتدي عم الرن ونشوف الأداء بتاع الاتنين اللي التين تقريبا خدوا وقت مقارب ده 10 ونص ثانية وده 12.3 ثانية ولكن information او المعلومات اللي هو عطاهالي اعتقد ان هي تناولها بشكل افضل واحسن طريقة طرح الموضوع مختلف طرحه من ناحية الكريتيريا طرحه من ناحية الاسئلة عطى اسئلة وجاوب عليها وطريقة عرضه افضل واحسن تعالوا نجربوا في حاجة تانية هقول له هنا قلت له write an article talk about the revolution happens in AI ثورة الزكاء الاصطناعي وازاي ان احنا نمانج كل هزي التحديثات وحبتدي ادوس run اشوف الطريقة اللي كتب بيها الارتكل riding the AI wave navigating the revolution and shaping our future ده التايتل كاتش اكتر وجذاب تعالوا نشوف هنا the AI revolution navigating a world of rapid change اعتقد ان التايتل ده اقوى هنا اتكلم عن current landscape of AI هنا طريقته في الكتابة مختلفة شوية هنا the challenges the opportunities the ethical تقريبا الاتنين جيدين يعني نقدر نقوله ولكن هنا ممكن تكون طريق التناوله للموضوع مختلفة واكثر يعني يعني كتب بفن شوية الارتكل لو رحنا الجيميناي 2.0 flashlight هنلاقي token count one million وبالنسبة لي tools الموجودة structure output فقط هنا maximum output length 8192 ده بالنسبة لي الجيميناي 2.0 flashlight preview مفهوش كتير غير انه هو ممكن يكون نسخة محسنة مش اكتر وطريقة الاداء بتاعته حسن وكتباته في الفلسفية شوية تعالوا نبقى مبصت بصة سريعة كده على ال disk top application من جيميناي هنلاقي متاح دي في الخطة المجانية flash 2.0 flash thinking experimental 2.0 اللي هو based for reasoning we thinking experimental with apps من خلال apps من across youtube maps search و flash 1.5 ده النموذج السابق اما advanced بقفة الموضوع بالنسبة المختلف احنا هنا مركزين على الوجهة المجانية دايما بقولكم في نهاية كل فيديو اتمنى يكون كل بنقدموا بيفتكم دايما بحب اسمع رأيكم في التعليقات شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى متنسوش تعملوا انت دمتوا بفرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته